السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا سنة قولة عاملين ايه يارب تكونوا كلكم بخير وحشوني جدا على فكرة معاكم زميلتكم قميمة فرقة 5 هنشرح مع بعض محاضرة في الاناتومي عن الفيس والسكالب عاوزين نخرج من الفيديو ده يعني عارفين ايه عارفين معلومات عن السكالب ومعلومات عن الفيس اللي عايزين نعرفه عن السكالب الستركشر بتاع تكوينها لو في مصل فيها نعرف ايه المصل دي وبعد كده نعرف الغيزة بتاعها واتفقنا ان الغيزة ايه تشوف الجسم عبارة عن النيرفو سبلاي بتاعه والأارتيريال سبلاي والفينوس درينج تاني حاجة عاوزين نتكلم عن الفيس الوش نتكلم ايه عن الوش عن السبلاي بتاعه اللي هو نيرفو سبلاي وارتيريال سبلاي وفينوس درينج واخر حاجة المفروض ان انا وشي ده بتحك به بتتكلم به بعمل فيش الاجسيبريشان طول ما انا قاعدة فبالتالي فيه مصلز عضلات هي اللي بتعمل لي الفيشل اكسيبرشن إحنا بقى عاوديين نعرف المصلز اللي بتعمل لي الفيشل اكسيبرشن هنبدأ بقاول حاجة السكالب قبل ما نتكلم عن السكالب عايزة أديكم هنت كده بسيط خالص عن السكال الجمجمة الجزء اللي هيفيدنا في الشرحة بتاعنا مش هنتكلم عنها يعني بصفة كل حاجة عنها أول حاجة السكال دي اللي هي الجمجمة عبارة عن إيه؟ عبارة عن العظم ده مع عدا الجزء ده الجزء ده اللي هو الماندبل الفك السفلي الماندبل الفك السفلي مش تبع عظم السقال دي عظمة الوحدة طيب السقال دي عبارة برضو عن ايه عبارة عن كاب الجزء ده اللي هو الكاب وبقيته لو شلته يعني لو طيارت الجزء الكاب ده لو طيارت الجزء الكاب ده هيبقى لي حاجة اسمها بيزوفزسقال اللي هو الجزء ده الجزء ده كده البيزوفزسقال طيب السقال برضو عبارة عن ايه عبارة عن عضم اللي انا هقول دلوقتي هقول اجزاء منها اجزاء من العضم بتاعها مش كل العضم بتاعها ده العضمة دي اسمها frontal bone دي اسمها barital bone دي اسمها occipital bone temporal bone zygomatic bone و maxillary bone او maxilla تاني هنا دي frontal bone اما دي barital bone دي occipital bone و اي دي temporal bone والابيض ده اللي هو زي gomatic bone و دي المجزلة او المجزلري bone الجزء ده المجزلري bone طيب بصت على الاسقل من وراء فلاقيت ده barital bone اهو و دي دي الاكسبيتال bone ببصت على الاكسبيتال bone من وراء لقيت فيه ثلاث خطوط برزين ثلاث خطوط برزين اهو ايدي خط و ايدي خط ثانية واحدة عشان اعمله في بعض ايدي خط الثلاث خطوط البرزين دول سمتهم neucal lines neucal lines تمام بترتبهم كده من فوق لتحت هسميهم ايه اعلى واحدة فيهم هسميه heist neucal line اللي بعده هسميه superior neucal line و اخر واحدة هسميه inferior neucal line يما في عندي heist neucal line superior neucal line حاجة مغطية العظم بتاع الجمجمة بتاعتي تمام؟ هي دي بقى leucal line اللي هو الغط الحاجة اللي مغطية العظم بتاع الجمجمة بتاعتي و اللي هي فيها شعر دي اسمها leucal line بالمفروض ان انا عندي ده كده brain من جوه ده المخ كده من جوه و ده كده اللي هو العظم اللي هو العظم بتاع leucal line بتاع الجمجمة الغطة بقى اللي من فوقه ده اللي هما في صورة layers في صورة طبقات الغطة ده هو اسمه leucal line اللي هو الغطة اللي هو مغطي العظم بتاع الجمجمة وفيه شعر طالع فيه شعر طيب يبقى كده leucal line هي عبارة عن leucal line اللي مغطية اللي سقل او عظم اللي سقل leucal line دول عادتهم كم؟ عادتهم five layers يبقى leucal line هي عبارة عن five layers ايه بقى هما five layers دول قالوني بقى مجمعينهم كده five layers دول في كلمة scalp يعني ايه يعني اول layer اسمها skin بالاس تاني layer connective tissue connective tissue بالسي تالك layer الابونيروزيس بالاي رابع layer lose irregular tissue بالل خامس layer pericranium طب نفهم بقى اول layer المفروض ان انا عندي ال scalp دي زي ما اتفقنا هي عبارة عن خمس طبقات خمسة layers ادي ده اللي هو العضن بتاع السقل بتاع الجمجمة ومتغطي بخمسة layers هنقولهم من برى الجو من برى الجو طبقة layer الطبقة layer اللي هي فيها الشعر على طول اللي هو ايه ال skin اي طبقة من برى في جسمي اللي هي ال skin الجلد واللي هي فيها الشعر تاني layer connective tissue بعد ال skin هحط شوية كده connective tissue ثم طبقة الثالث layer اللي هي طبقة الابني روزيس هنفهم يعني ايه دلوقتي ايه طبقة الابني روزيس دي رابع layer هي lose erylar tissue lose erylar tissue تيشو lose يعني خفيف كده وسن ورفيع واسمه lose erylar tissue اخر طبقة حاجة اسمها البرى كرينيام وهنفهم يعني ايه بري كرينيام اول حاجة ال skin ايه هو ال skin طبعا thick hairy with mini specials gland ال skin اللي هو الجلد بتاعي مواصفاته اللي هو thick يعني الجلد بتاع السكالب غير الجلد بتاع مثلا كاف في ايدي تمام الجلد بتاع السكالب يكون thick وهيري فيه شعر تمام with mini specials gland specials gland اللي هي الغدد الدهنية موجود فيه غدد الدهنية كتير جدا عشان بتغذي الشعر طيب تاني layer تاني layer هي connective tissue اللي هي layer دي اللي هي فيها arthritis وال veins arthritis وال veins اللي هيغذوا ال skin هنعارفين على طول ان بعد ال skin بلاقي connective tissue موجود فيه arthritis ونرفا و veins ونرفا عشان يغذوا ال skin بتاعنا الجلد بتاعنا تالت layer بقى حاجة اسمها epicranial aponeurosis وهنقف هنا ايه هو بقى epicranial aponeurosis احنا عارفنا مع بعض قبل كده في حاجة اسمها ال aponeurosis تمام ال aponeurosis ده اللي هو بيكون thickness thickening من deep fascia فاكرين لما اخذنا deep fascia وقلنا ان هي سعب يحصل لها thickening وتعملي حاجة اسمها aponeurosis طيب ال aponeurosis ده اللي هو من ضمن الحاجات اللي deep fascia بتعملها ايه بقى epicranial aponeurosis هو الجزء اللي احنا هنشوفه دلوقتي ايه دي كده المفروض ان الجمجمة تحت متغطية بطبقات من ضمنها طبقة ال aponeurosis اللي هو الطبقة دي ده طبقة ال aponeurosis اسمه epicranial aponeurosis ليه لان اصلا عضم الجمجمة او اي حاجة لها علاقة اصلا بالمخ عموما هيبقى اسمها cranial cranial تمام هيبقى اسمها ايه هيبقى اسمها cranial ماشي فepicranial يعني فوق cranial epi يعني فوق فيبقى ال aponeurosis اللي فوق العضل او اللي فوق الجمجمة هيبقى اسمه epicranial aponeurosis وده ال aponeurosis ده عبارة عن واصلة ما بين two bills of muscle يعني ايه يعني قطعة قطعة كده من المصل اسمها frontalis وقطعة من المصل اسمها occipitalis الاتنين دول مع بعض اسمهم fronto occipitalis او occipitofrontalis سوري occipitofrontalis في مصل عندنا اسمها occipitofrontalis موجودة في الاسكالب هنتكلم عنها بعدين الاoccipitofrontalis دي عبارة عن two bills عبارة عن قطعتين قطعة من وراء اسمها occipitalis وقطعة من قدام اسمها الفrontalis او ال aponeurosis ده بيوصلهم الاتنين ببعض يبقى تالت لير معنا كانت اسمها ال aponeurosis اللي هي عبارة عن thin tendinous sheet تمام بيوصل two bills من المسل اللي هما occipitalis والfrontalis اللي هما occipitofrontalis مصل بيوصل لي two bills بتوع occipitofrontalis مصل رابع طبقة معنا اللوز اريول ارتشو اللوز اريول ارتشو دي طبقة كده بتزحلق يعني طبقة عشان تزحلق تزحلق الطبقات اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هما ال skin وال connect بتشو ال apocrinium على الطبقة الاخرانية هي لوز طبقة لوز كده طبقة لوز انتو عارفين لما بنقول الطرحة لوز لفنها لوز يعني طبقة كده رائيقة وخفيفة ومش محكمة اوي يعني فهي الطبقة اسناها باللوز اريول ارتشو بتزحلق لي الطبقات اللي فوق على الطبقة الاخيرة تمام يعني ايه بتزحلق لي الطبقات اللي فوق على الطبقة الاخيرة يعني بيتحرك على إيه؟ بيتحرك على اللوز إيرولارتشو دي بيتحرك عليها floral فبالتالي هي بتزحلق وكده وبتحركه يبدأ دي اللوز إيرولارتشو عبارة عن إيه؟ عبارة عن موجودة في أوầ نورتوكسبيس يعني إيه supported يعني 所以 schemes الفراه اللي بعد الابونيروزيس مش ده كده الابونيروزيس تمام اللي تحته هيبقى اسمه ساب ابونيروتيكس بيس يعني ايه يعني الاسبيس اللي موجود تحت ساب الابونيروزيس اخر طبقة معينا بقى حاجة اسمها البيريكرينيوم وبصراحة دي مش طبقة مثلا جديدة مثلا في الاسكالب او كده هي في كل جسم كله موجود طبقة زيها يعني ايه يعني انا فاكرين لما قلنا ان انا عندي حاجة اسمها بون عضم العضم ده متغطي كل عضم جسمي متغطي من برا بغشاء اسمه البرياستيام اللي هو الغشاء بتاع العضم اهو كل جسمي موجود في بون وكل البون بتاع جسمي متغطي بالغشاء اللي هو اسمه البرياستيام الغشاء بقى بتاع السقال الكاب بتاع السقال اللي هو الغشاء بتاع الكاب بتاع الجمجمة بتاعتي ماشي اسمه بري كرينيوم اسمه بري كرينيوم يبقى البريكرينيوم ده هو عبارة عن البريوستيوم بتاع الأوتر سيرفس بتاع اللي سكال يبقى ده كده الاسكالب يبقى الاسكالب دي الفايف ليرز اللي احنا اتكلمنا عنه اول لير كانت الاسكن وقلنا مع بعض انه هو ثيك وهيري وموجود فيه سبيشوس جلاند غضة دهنية كتير تاني طبقة الكنك تفتشه وهي اللي بتحتوي على الصابلوي بتاع الاسكن اللي هو الارترز والفينز يعني تالت طبقة اللي هو الابيكرينيال ابنيروزيس واتفقنا مع بعض ان الابنيروزيس ده هو اللي بيوصل لي التوبيلز بتوع الاكسيبيتوفرانتاليز مصل اللي هو اكسيبيتاليز وفرانتاليز بيوصلهم ببعض رابع طبقة معينا اللي هي اللوز اريولارتشو طبقة اللوز كده اللي هي الخفيفة دي اللي هي موجودة فين موجودة تحت الابنيروزيس عشان موجودة تحت الابنيروزيس هقول ان هي موجودة في الصاب ابنيروتك اسبيس آخر تبقى معينا اللي هي البريكرينيوم اللي هو إيه البريكرينيوم ده البريكرينيوم ده هو البريوستيوم بتاع الأوتر سيرفس بتاع السكال ده كده الستراكشور بتاع السكالب ندخل بقى على اللي بعد كده وهو المصل السكالب ده موجود فيه مصل أو موجود فيه مصل اللي هي الأكسيبوتوفرانتاليز مصل اللي احنا لسه شايفينها هو مع بعض مش ده كده الكاب بتاع السكال الجزء بتاع السكال اللي احنا قلنا إن اسمه الكاب ماشي؟ وقلنا إن الكاب ده متغطي بحاجة اسمها الاسكالب اللي هما الـ 5 layers اللي احنا اتكلمنا عنهم آدي من ضمن موجود في قلب الـ 5 layers دول الجزء ده والجزء ده اللي هما إيه؟ الأوكسيبيتوفرانتاليز مصل اللي هما عبارة عن الأوكسيبيتوفرانتاليز مصل دي العضلة دي عبارة عن جزءين جزء اسمه أكسيبيتاليز وجزء اسمه فرانتاليز فيبقى عندي نتكلم بقى عن المصل بتاع الاسكالب اللي هاسمها أكسيبيتوفرانتاليز مصل أي مصل بنتكلم عنها بنتكلم عن origin وinsertion وnerve subloy وaction أول حاجة الأورجن بتاع الأكسيبيتوفرانتاليز احنا قلنا إن هي عبارة عن جزءين حاجة اسمها أكسيبيتاليز وحاجة اسمها فرانتاليز فنتكلم بقى عن الأورجن بتاع الأكسيبيتاليز والأورجن بتاع الفرانتاليز الأورجن بتاع الأكسيبيتاليز دي كده خارجة من حاجة اسمها الهايست نيوكاللاين ما اسكى فيه الهايست نيو كل най اللي احنا إتكلمنا عنه اللي هو موجود في الاكسبيته البون من وراء انتفقنا من وراء نفتكروا مع بعض لقلنا وراء في الاكسبيته البون في عندي ثري لية عالي واحد فيهم اسمه الهايست نيو كل التن أهي بقى هو بقى الهيست نيوكال لاين هو الأرجن بتاع الأكسيبيتاليز أو الأكسيبيتال بيلي بتاع الأكسيبيتوفرانتاليز مصر طيب ده كده الأكسيبيتاليز أما بقى الأرجن بتاع الفرانتاليز الأرجن بتاع الفرانتاليز هو كالأتي الجزء ده إيه ده؟ ده الايبرو الحاجب أهي الفرانتاليز دي بقى بتخرج من الاسكن والسبرفيشية الفاشية بتاع الايبروز بتاع الحاجب تمام؟ يعني الجزء بتاع الحاجب بتاعنا ده المفروض ان هو هنبص في المراية هنلاقي سكن جلد لو عندنا الجلد هنلاقي سوبرفيشة الفاشية صح؟ لو عندنا السوبرفيشة الفاشية هنلاقيها ماسك فيها الفرنتيلز مصل او الفرنتيلز بلي الجزء بتاع الفرنتيلز ده ماسك فيها عشان خارج منه ده الورجن بتاع الفرنتيلز يبقى الورجن بتاع الفرنتيلز هو السكن وسوبرفيشة الفاشية بتاع الاي برو ده كده الورجن الانسرشن بقى انتو اللي تقوللي الانسيرشن ها الانسيرشن فين الانسيرشن بتاع الفرانتالس فين والانسيرشن بتاع الاكسيبيتالس فين ادي الفرانتالس بدأت من هنا هتروح تنتهي فين صح هتروح تنتهي عند الابونيروزيس طيب الاكسيبيتالس بدأت من تحت من هنا هتروح تنتهي فين صح برضو تنتهي عند الابونيروزيس فبيقول لي ان الانسيرشن الاتنين بيعملوا انسيرشن في الابيكرينيال ابونيروزيس محنا اتفاقنا اصلا مع بعض ان الإبكلينية الأبنيورزس ده بيوصل التنين ببعض فهوما بيعملوا insertion في تالت حاجة بقى اللي هو النيرفو صابلوي ندخلنا الورجن ile insertion نتكلم عن النيرفو صابلوي قال لي ان النيرفو صابلوي بتاع الأكسبيتوفرانتاليس نيرفى هيروح للأكسبيتال بيلي ونيرفى هيروح للفراناتال بيلي النيرف اللي هيروح للأكسبيتال بيلي اسمه posterior oricular branch official nerve لكن النيرف اللي هيروح للفرانتال بري هيبقى اسمه تيمبرال برانش افشيال نيرف ايه بقى الكلام ده؟ ده كده معينا ده كده الفيشيال نيرف اهو ده كده الفيشيال نيرف الفيشيال نيرف ده المفروض ان هو بيديني فروع بيديني برانشات عشان يغزي المسلز اللي موجودة سواء في الفيس او في السكالب ماشي؟ فالبرانشات دي من ضمنها حاجة اسمها بوستيريور أوريكولر برانش وحاجة اسمها اللي هو التيمبرال برانش ده البوستيريور أوريكولر برانش اللي هيغزي الاكسيبيتاليس او الاكسيبيتال بالي وده التيمبرال برانش اللي هيغزيلي الفرانتاليس يبقى الفرانتاليس متغزية بالتمبرال برانش بتاع الفيشيال نيرف والاكسيبيتاليس متغزية بالبوستيريور أوريكولر برانش اوفيشيال نيرف طبعا مش عايزة افكركم او مش محتاجة افكركم ان البرانشات دي موتور حاجات للحركة ما هي رايحة المصل فاكيد هيبقوا موتور مش سنسور مش بتوع احساسي يعني لا ده رايحين عشان يحركوا العضلة فهيحركوها ليه؟ عشان تعمل الاكشن اللي جاي دلوقتي اللي هو ايه الاكشن بتاع الاكسيبتو فرانتيلز قال ان الاكشن بتاع الاكسيبتو فرانتيلز اول حاجة البدهية اللي هتيجي في تماغه دلوقتي ان هي بتحرك للأي بروز مش هي طلع من الاي بروز طلع من الحاجب طب انا لو عايزة ارفع الحاجب بتاعي هرفعه بايه؟ هرفعه عن طريق الاكشن بتاع الاكسيبتو فرانتيلز او بمعنى صح بتاع الفرانتيلز تمام كده؟ فيبقى اول اكشن ان هي بترفعلي الاي بروز بتريز الاي بروز تاني اكشن بتموف ستري سوبرفيشيال لييرز تجدر يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو المصلز اللي هم الفرانتيلز والاكسيبتيلز اللي اتنين كده عملوا هيعملولي ايه هيحركولي الثري ليرز اللي هم عبارة عن سكن وكونكتف تيشو وإيب كرينيا الأبنيروز هيحركوهم لي مع بعض هيحركولي الليرز دي مع بعض هيزحلقوهم يزحلقوهم على ايه على الطبق اللي بعدهم اللي اسمها لوز اريولار تيشو يبقى الأكشن بتاع الأكسيبتو فرانتيلز كان لقاتي انه هم بيريز الآي بروز تاني حاجة كأنه هم بيموف الثري سورفيشيال ليرز اللي هم الاسكن والكونكتف تيشو والإيب كرينيا الأبنيروز بيحركوهم كده ويزحلقوهم يبقى دي كده الأكسيبتو فرانتيلز يبقى تاني الأكسيبتو فرانتيلز دي هي عبارة عن فرانتال بيلي وأكسيبتال بيلي الأرجن بتاعهم ان الفرانتال بيلي خرجالي من السكن والسبرفيشيال فاشي بتاع الاي بروز أما الأكسيبتال بيلي خرجيلي من تاني حاجة عاملين انسيرشن فين عاملين انسيرشن في الأبنيروز هنا وهنا في الأبنيروز اللي هو الإبي كرينيا الأبنيروز طيب النيرف صبلاي بقى بتاعهم النيرف صبلاي بتاعهم ان الأكسيبتال بيلي رايح لها البستيري الأوريكولر برانش أما الفرانتال بيلي رايح لها التيمبرال برانش اللي هم هم خرجين منين خرجين من الفيشيال نيرف الأكشم بقى الأكشم بديه ان هما يحركوا لي الاي براوز بيرفعوا لي الاي براوز تاني حاجة بيموف ثري سوبرفيشيال لير توجدر اللي هما اسكنوا كنكتفتشوا وإبكرينيال أبنيروز البعد كده بقى احنا كده خلصنا اتكلمنا عن الستراكشور وتكلمنا عن المصل تاني حاجة بقى المفروض هنتكلم عن النيرف صابلوي بتاع السكلب النيرف صابلوي بتاع السكلب اللي هو سنسوري نيرف صابلوي بلوقتي وتخابط فراسي من فوق كده اكيد هحس بقلم هحس بقلم ليه اصلا رايح للسكلب دي سنسوري نيرف صابلوي اعصاب عشان تحس طيب قبل ما نتكلم بقى عن الاعصاب اللي رايحة للسكلب حابة اعرفكم النيرف اللي هو اصلا خاص بالاحساس عشان احس بوشي وحس بالسكلب بتاعي يعني فيه نيرف هو اللي بيغزي الوش وبيغزي السكلب باعصاب حسية عشان تحس عشان لو اتعورت اتخابط احس مثلا اللي هو النيرف اسمه Trigeminal Nerve اللي هو ده ده Trigeminal Nerve تمام Trigeminal Nerve ده المفروض انه هو مطلع لي ده كده مطلع لي 3 برانشات برانش اسمه Of Thalmic Branch Of Trigeminal Nerve وبرانش تاني اسمه Maxillary Branch Of Trigeminal Nerve وبرانش اخير اسمه Mandibular Branch Of Trigeminal Nerve يبقى فيه عندي Trigeminal Nerve مديني 3 برانشات اللي هو أوفثالميك برانش Of Trigeminal Nerve ويه Maxillary Branch Of Trigeminal Nerve واخر واحد Mandibular Branch Of Trigeminal Nerve نتكلم بقى عن نيرف اسمه بتاع السكالب اكيد جايلي منين النيرف اسمه بتاع السكالب ده اكيد جايلي من برانشات يعني من برانشات جاية من احد البرانشات بتاع اللي احنا تكلمنا عنهم امول كلهم احنا قلنا ان فيه عندي Trigeminal Nerve خارج منه أوفثالميك وخارج منه وخارج منه Mandibular طيب النيرف ده بيغذي ايه بيغذي الفيس والسكالب فلما نقول ان السكالب ريحل لها برانشز تغذيها نيرف سابلاي تغذيها تمام هيكونوا خارجين منين اكيد هيكونوا خارجين من اتراجمنا النيرف والبرانشات بتاعته فيبقى السنسوري نيرف سابلاي في السكالب هنقسمهم لحاجة اسمها 2 صبرة و 2 تيمبرال و 2 اكسيبيتال ازاي هنفهم دلوقتي اول حاجة اتنين صبرة اللي هو صبرة تروكلير و صبرة أوربيتال نيرف نيرفات نيرف اسمه صبرة تروكلير و نيرف اسمه صبرة أوربيتال خارجين من الافتالميك ديبيجل او خارجين من الافتالميك نيرف اللي هو خارج من التريجي من النيرف ادي ده كده الصبرة تروكلير و ادي ده كده صبرة أوربيتال صبرة أوربيتال يعني فوق صبرة فوق الأوربت الأوربت ده هو تجويف العين تمام؟ فصبرة أوربتال اللي هو النيرف اللي فوق تجويف العين وصبرة تروكلير صبرة يعني فوق تروكليا يعني بقرة بقرة هي جزء من موجود في العظم بتاع العين حاجة اسمها تروكليا فصبرة تروكلير اللي هو النيرف اللي فوق البقرة اللي موجودة في تجويف العين اسمه صبرة تروكلير الاتنين دول رايحين اهو زي ما احنا شايفين طالعين اهو يغزول الاسكالب طيب الاتنين دول اللي هو سوبرا أوربيتال و سوبرا تروكلير خارجين من الأثالميك نيرف اللي هو جاي من التراجي من النيرف تاني حاجة عندي اتنين تيمبرال اللي هم زيجوماتيك تيمبرال وأوريكلو تيمبرال زيجوماتيكو تيمبرال وأوريكلو تيمبرال الزيجوماتيكو زي زي زد واي يبقى هيكون خارج من المجزلة ري اللي هو أخرو واي يبقى زيجوماتيكو تيمبرال اللي هو ده زيجوماتيكو تيمبرال فأنا مع بعض أن العظمة دي اسمها الزيجوماتيك بون والعظمة دي اسمها التيمبرال بون فيبقى النيرف اللي ما بينهم ده هيبقى اسمه زيجوماتيكو تيمبرال زيجوماتيكو تيمبرال زيجوماتيكو تيمبرال نيرف رايح يغزي الاسكالب الحتة دي من الاسكالب وهو خارج من المكزلري نيرف زيجوماتيكو يبقى خارج من المكزلري بعد كده عندي تاني واحد تيمبرال اللي هو أوريكلو تيمبرال الأوريكلو تيمبرال إيه هو الأوريكلو تيمبرال ده أوريكلو تيمبرال دي الأوريكل اللي هي الودن من بره دي كده اسمها الأوريكل تمام ودي التيمبرال بون فيبقى ما بينهم اللي هو الأوريكلو تيمبرال نيرف الأوريكلو تيمبرال نيرف ده أوريكلو أو أي يون تمام يبقى خارج من المنديبيو المنديبيولار يبقى أوريكلو تيمبرال نيرف خارج من المنديبيولار نيرف اللي هو برانش من التراجمنا النيرف طيب بعد كده انت قلت اتنين صبرة اتنين تيمبرال فاضلي اتنين اوكسيبيتال ايه بقى لتنين اوكسيبيتال حاجة اسمها لسر اوكسيبيتال وجريتر اوكسيبيتال لسر اوكسيبيتال وجريتر اوكسيبيتال دول ماشي من التراجيمنا لنرف بصراح اللسر اوكسيبيتال ده جاي من السيرفايكل بليكسوس احنا عارفين ان انا عندي حاجة اسمها سيرفايكل بليكسوس اللي هي البليكسس ده اللي هو ايه اللي هو دفيرة من الاعصاب المفروض انكم عارفيني ان البليكسس يعني دفيرة من الاعصاب في عندي بقى دفيرة من الاعصاب في النك تماع ما هيبقى اسمها سيرفايكل بليكسس سيرفايكل بليكسس ده وخصوصا سي اتنين ماشي خارج منهم برانش اسمه لسه الاكسبيتال نيرف اللي هو البرانش ده عشان يغزيلي الاسكلب تاني واحد عندي الجريتر اكسبيتال ده خارج من اين خارج من حاجة اسمها البستيريور ريمس أو في سي 2 يعني ايه فاكريين لما شرحنا في الجنرال ان انا عندي نيرفات خارجة من الاسباينال كورد ماشي من ضمنهم السيرفايكال نيرفوس السيرفايكال نيرفوس ده من ضمنه سي 2 تمام سي 2 ده بيعمل ايه سي 2 اي اصلا اسباينال نيرف له ايه له انتيريور سوري فينترال ريمس ودورزال ريمس او بستيريور ريمس له فينترال ريمس او انتيريور ريمس ودورزال ريمس او يعني بستيريور ريمس تمام اتفقنا مع بعض ان الفنترال ريموي ماشي او اللي هي الانتيريور ريموي دول اللي بيتجمعوه مع بعض كده ويعملوه لي حاجة اسمها البليكسوس واتفقنا مع بعض ان انا دورزال ريموي او البستيريور ريموي دول بيبقوا قصيرين صغيرين كده بيخرجوا كده ويغزوا المنطقة اللي هي بتاع الباك المنطقة بتاع الباك فأنا عندي الجريتر اوكسيبيتال نيرف ده جاي من البوستيرور ريمس بتاع سيت نين يبقى سيت نين له فينترال ريمس ودورزال ريمس الدورزال ريمس خرج منه الجريتر اوكسيبيتال نيرف عشان يغزي المنطقة اللي ورا دي أما الفنترال ريمس راح يعمل لي حاجة اسمها سيرفايكال بليكسس وخرج منه حاجة اسمها لسر اوكسيبيتال نيرف اللي هو ده يبقى تانية يبقى السنسوري نيرف صبلي بتاع السكالب السنسوري نيرف صبلي بتاع السكالب هو عبارة عن 2 صوبرة 2 تيمبرال 2 أوكسابتال الاتنين صوبرة سوبرة تروكلير صوبرة أوربيتال خارجين من الوفثالميك Divival of trigeminal nerve الاتنين تيمبرال واحد اسمه زي جوماتيكو زي جوماتيكو خارج من المكزيل بранش of trigeminal nerve الاوريكولو تمبرال خارج من المانديبيولار branch of trigeminal nerve الاثنين اوكسيبيتال بقى لواحد لسر اوكسيبيتال وواحد جريتر اوكسيبيتال اللسر اوكسيبيتال جاي من cervical plexus C2 والجريتر اوكسيبيتال جاي من posterior remus of C2 مفهمنا يعني ايه؟ posterior remus و cervical plexus والحوارات دي يبقى كده النير بسبلاي بتاع الاسكالب بعد كده ندخل على الارتريال سبلاي والفينوس درينج اول حاجة الارتريال سبلاي الارتريال سبلاي زي ما احنا شايفين اهو branch اهو كده و branch كده اهو اهو ادي branch و ادي branch انتو اللي تقول لي بقى ساميه صح ما ازبوط اللي جي في دماغكم ال branch اللي هو ناحية ميديال ده اللي هو supra trochlear اللي فوق trochlear ما هو نفس المكان بتاع الصبرا trochlear nerve وال branch اللي هو ده هنبقى اسمه supra orbital ما هو نفس المكان بتاع الصبرا orbital nerve فيبقى اول حاجة عندنا من الارتريال الصبلاي بتاع السكالب في عندي supra trochlear و supra orbital arthritis خارجين من حاجة اسمها orthالمic artery يبقى supra trochlear supra orbital arthritis جايين من orthالمic artery تاني branch اللي احنا شايفينه ده اللي هو ده سوري سوري اللي هو ده ده تمام اسمه ايه ده ده اسمه supraficial temporal artery اللي هو متفرع للفرعين دول كده ده supraficial temporal artery supraficial temporal artery ده اللي هو التر من ال branch بتاع الاكسترنال carotid artery في عندنا ارتري كده هنا سوري ده كده اسمه اكسترنال carotid artery الاكسترنال carotid artery ده اخر branch منه اسمه supraficial temporal artery supraficial temporal artery ده بيغزيلي السكالب فيبقى تاني حاجة معنا اللي هو supraficial temporal artery اللي هو التر من ال branch بتاع الاكسترنال carotid artery بعد كده في عندي البستيريح Почему artery اللي هو ده هم لووني بقى لون تاني ده كده البستيريح Interesting artery ده اللون تاني الأكسترنال carotid artery ده برضه خارج من الاكسترنال carotid artery يبقى الأرطيريا الصبلاي بتاع السكالب عبارة عن سوبرا تروكليار أرطري وسبرا أربتال أرطري واللي هما نجايين من الأفثالميك أرطري وفيه عندنا بقى سوبارفيشيال تيمبرال أرطري جاي من الأكسترنال كاروتود أرطري وبالأخص هو أصلا التر من البرانش بتاع الأكسترنال كاروتود أرطري وبعدين فيه عندنا البستيري الأوريكولار أرطري برانش من الأكسترنال كاروتود وأكسترنال كاروتود أرطري آدي عندي ده الاكستين prize آخر برانش منه السوبر فيجية تيمبرو الرايحة غزيلة للسكالب وآدي ده بوستيرو أريكولر برضو رايحة غزيلة للسكالب وده اوكسيبيتال رايحة غزيلة للسكالب كده خلصنا الأرتريال سابلائي نتكلم بقى عن إيه عن الفينوس درينج فينوس درينج بتاع السكالب هيكون كالأتي الأرتريز اللي احنا تكلمنا عنهم هنقولهم برضو فينز اللي هم إيه احنا قلنا ان هو بيتغزى من سوبرة تروكليار أرتري وسوبرة أوربيتال أرتري يبقى فيه عندي سوبرة تروكليار فين وسوبرة أوربيتال فين اللي هما بالأزرع بقى سوبرة تروكليار فين وهدي سوبرة أوربيتال فين وفيه عندي برضو زي ما كان فيه سوبرفيشيال تيمبرال أرتري هيبقى فيه عندي سوبرفيشيال تيمبرال فين سوبرفيشيال تيمبرال فين ومعليش يزودوني معاهم حاجة اسمها ماجزيلاري فين حاجة اسمها مكزيلاري فين وزي ما كان فيه بوستيرور أوريكلار أرتري وزي ما كان فيه حاجة اسمها بوستيرور أوريكلار أرتري هيبقى فيه بوستيرور أوريكلار فين ومعلش زودولي معاها حاجة اسمها ريترومانديبولار فين وآخر حاجة زي ما كان فيه أكسيبيتال أرتري هيكون فيه أكسيبيتال فين بين الفينوس درينج هيكون زي الأرتريز زي ما كان فيه عند سوبرا تروكلير أرتري وسوبرى أوربيتال أرتري هيكون في سوبرى تروكلير عند سوبرى أوربيتال فين وزي ما كان فيه سوبرفشيال تيمبرال أرتري هيبقى فيه سوبرفشيال تيمبرال فين ومعلشي معه مجزلاري فين وزي ما كان فيه بستيرو أوريكلار فين هيبقى فيه عندي سوري سوبرستيرو أوريكلار أرتري هيبقى برضو فيه سوبرستيرو أوريكلار فين ومعه بستيرو ديبيجن ومعه بستيرو ديبيجن ومعه بستيرو ديبيجن سوفراتروكليار and سوفروربيتال فينز دول هيروحوا يعملوا درينيج هما انخذوا من الاسكالب عملوا درينيج للسكالب ماشي هيروحوا بقى هما نفسهم يعملوا يعني يفضوا بقى الدم اللي فيهم فين فياني فين السكالب ودت لهم الدم هما بقى هيروحوا يودوا المين هيروحوا يودوا الحاجة اسمها anterior facial vein as the medial margin of the orbit عندي ده دي كده الorbit ده تقوي في العين هو media margin اللي هو الجزء ده الحتة دي ده كده الmedial margin ماشي عند media margin of the orbital of the orbit تمام في عندنا حاجة اسمها anterior facial vein اهو subra troclear والsubra orbital vein ده كده هيروحوا يودوا سوريا يا شباب subra troclear والsubra orbital دول كده هيروحوا يودوا على anterior facial vein تاني حاجة subra facial temporal vein subra facial temporal vein اللي هو بالازرع اللي هو ده ومعايا المaxillary vein اللي هو ده الاتنين دول كده subra facial temporal vein ويه المaxillary vein هيروحوا يودوا بحاجة اسمها retromandibular vein اللي هو ده هنعمل بس ايه فوكس كده ده كده اللي هو superficial temporal والده كده اللي هو المaxillary اللي اتنين هيروحوا يودوا على ده اللي هو ده ده كده ده كده ده اسمه retromandibular vein retrom ده كده اسمه retromandibular vein بعد كده في عندي حاجة اسمها posterior auricular vein وبosterior division of retromandibular vein ايه بقى البosterior division of retromandibular vein ده اهو ده عندي كده اللي هو بالاحمر هلوينه بالاحمر ده retromandibular vein اوكي بيتقسملي لي two division ادي ده anterior division اللي بالاخضر واده اللي بالازرع هيكون البosterior division اللي بالازرع ده البosterior division of retromandibular vein او نخليه لونه معلش اسود بالاسود ده retro posterior division of retromandibular vein او البosterior division of retromandibular vein مع مع اللي هو البosterior auricular vein ده ده كده البosterior auricular posterior posterior يعني وراء أوريكلر وراء الأوريكل فده البستيري أوريكلر فين الاثنين مع بعض هيبقوا مع بعض هيبقوا مع بعض يعملوا لي ايه؟ الاثنين مع بعض هيروحوا مع بعض يروحوا لي على الإكستيرنا الجاجولر فين اللي هو ده ده اللي هو الإكستيرنا الجاجولر فين بل الإكستيرنا الجاجولر فين بيصب فيه مين؟ بيصب فيه آدي البستيري أوريكلر فين وده اللي هو البستيري ديفيجن أوف ريترو منديبلر فين آخر واحد معنا هو الأوكسيبيتال فين الأوكسيبيتال فين ده بيروح يوديلي على سب أكسيبيتال فينس بيليكسس عندي ورا كده تحت الأوكسيبيت ده كده الأوكسيبيت تمام تحتها يبقى سب أكسيبيتال ماشي؟ في عندنا حاجة اسمها سب أكسيبيتال فينس بيليكسس أو الأكسيبيتال فين بقى بيروح يفضي في السب أكسيبيتال فينس بيليكسس يبقى تاني الفينس درينج بتاع الاسكلب الفناصنيني نجي بتاعة ومعلومة كده اخيرة ان الصب اوكسيبيتال فينوس بليكسوس دي بتروح على البرتبرال فين or the internal jugular vein دي كده الصب اوكسيبيتال فينوس بليكسوس بتروح فيه عندي هنا في حاجة اسمها برتبرال فين وفي حاجة اسمها هنا كده الانترنال جاكولار فين هي بقى الاوكسيبيتال فين دي بتروح تودي اما في البرتبرال فين اما في الانترنال جاكولار فين في إن بيبقى عندنا بتقول إن أنا عندي زائد بيعملولي حاجة اسمها بيعملولي حاجة اسمها بيعملولي حاجة اسمها إحنا اتفقنا مع بعض إن أنا عندي اللي هو المجزللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ده اللي هو ده الجزء الصغانطود ده مع البستيريوروريكولار فين هيروحوا على الاكستيرنا الجاجولار فين اما بقى الانتيريور ديفيجن مع الانتيريور فيشيل فين انا عندي كان فيه عندي حاجة اسمها سوبرا تروكليار وها سوبرا اربتال بيروح يعملولي حاجة اسمها انتيريور فيشيل فين هنا الانتيريور فيشيل فين ده بينزي ينزي 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 لهو ويتقابل مع الانتيريور ديفيجن والثنين الدولة هم يعملون لي حاجة اسمها كومان فيشيال فين وهو الجزء الصغنطط دا دي كده الANB المكتوبة تاني بقى نقطة ايه اقول لكم تاني الأرتوريال والفينوس دريم الت اول حاجة الأرتوريال عبارة عن الإسکال عبارة عن جايين من الوفثالميك أرتري وفيه عندنا بقى superfancial temporal artery سيبرفيشال تمورال أرتري ده جاي من ال 요بثالميك أرتري أو هو أصلا الترمين competition بتاع ال 요بثال مكروتس يا وبعدين فيه عند活 الأرتري ده جاي من ال 요بثال مكروتس وآخر حاجة الو prossائط بردو جاي من ال 요بثال مكروتس يبدأنا فيه عندما سيبر speaking ي liberated ورد allied and بستيريور أوريكلر وأكسيبيتال دول جايين من الإكستيرنا القوة قروتد أرتري عشان يغزولي السكالب بعد كده الفينوس درينيج الفينوس درينيج عبارة عن إيه اتفعنا زي الأرتريز هنمشي حاز والأرتريز اللي هو في عندي سوبرا تريكلير وسوبرا أوربيتال ودول رايحين يعملولي أو رايحين يصبوا فيه الأنتيروفيشيال فين فين بالضبط عند الميديا المارجن أوف ذا أوربيت وفي عندي بقى سوبرفيشيال تيمبرال فين رايحين يعملولي أو رايحين يصبوا فيه الريترومانديبولار فين وفي عندي بستيريور أوريكلر فين بستيريور أوريكلر فين مع البستيريور ديفيجن أوف ريترومانديبولار فين احنا اتفعنا بقى أن الريترومانديبولار فين ده بيتقسم الأنتيرو ديفيجن وبستيريور ديفيجن أو البستيريور ديفيجن ده بتاع الريترومانديبولار فين مع البستيريور أوريكلر هيروحوا على الإكستيرنا الجيجولار فين آخر حاجة معنا اللي هو الأوكسيبيتال فين الأوكسيبيتال فين من وراء هيروح على الأوكسيبيتال فينس بليكسس اللي هي بتروح فين بتروح في الفرتبرال فين أو الانترنال جاجلر فين وفيه إن بيه عندنا بتقول لي إن أنا عندي الأنتيرور ديفيجن بتاع الريترومانديبلر فين مع الأنتيرور فيشيال فين بيتحدوا مع بعضوا ويعملوا لي كومان فيشيال فين أو يروحوا يعني يصبوا في الكومان فيشيال فين كده خلصنا لسكلب نتكلم بقى عن الفيس الوش هنتكلم ايه عن الوش اول حاجة قلنا الصبلاي بتاعه اللي هو نيرف صبلاي وارتيريا الصبلاي وفينوس درينج ثم هنتكلم عن المصر بتاع الفيشة الاكسبريشن المصر اللي انا وانا بتكلم كده عمال فيه مصر اذا عمال تتحرك وانا وانا بتحك وانا بعمل اي اكسبريشن دي اسمها الفيشة الاكسبريشن اول حاجة في الفيس اللي هو النيرف صبلاي النيرف صابلاي اللي رايح للفيس هيكون ايه؟ صح؟ سنسوري عشان حس طيب السنسوري نيرف صابلاي بزا فيس بيكون عن طريق 3-division أوف تراجمنا النيرف اتفقنا اصلا ان تراجمنا النيرف ده هو اصلا اللي بيغزل الفيس والسكالب عن طريق ايه؟ عن طريق ان هو تراجمنا النيرف ده متقسم لتلات حاجات أوف تالمك ومكزلري وماندبلر أوف تالمك والمكزلري وماندبلر زي ما غزولي الاسكالب هيغزولي برضو الفيس ما عدا الفيس كله ما عدا ما عدا الانجل بتاع الماندبل ماشي؟ والإرية أوف تراجمنا النيرف مش بيتغزولي بتراجمنا النيرف لكن بيتغزولي بجريت أوريكولار نيرف نعمل فوكس فوكس صيبابا بقى في ايه؟ والانجل بتاع مثلا الماندبل اللي من هنا ماشي؟ هيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الأنجل بتاع الماندبل عليها سكين والبروتولجيلاند عليها سكين الجزء ده بقى ليس متغذين ترايجيمل people ولكن متغذين بالجريت أوريكولرنيرف يبقى الفيس كله متغذين بالترايجيم shoe والديفيجينز بتوعه ما عدا الأنجل بتاع الماندبل وأن only area over البروتولجلاند طيب تعالي بقى نتكلم عن ترايجيمال النيرف ده اللي هو مديني ثلاثة ديفيجن أفثالمك ومجزلري ومنديبولر كل ديفيجن فيهم هيغذيلي حتة من الفيس أو هيديلي برانشز تغذي أجزاء من الفيس أول برانش اللي هو الأفثالمك نيرف الأفثالمك نيرفي ده إديني خمس برانشات يغذولي أجزاء من الفيس والمجزلري نيرف إديني ثلاث برانشات يغذولي أجزاء تانية من الفيس والمنديبولر نيرفي ده إديني ثلاث برانشات برضو يغذولي بقية الفيس يبقى المفروض ان انا عندي تاني هون هنقول الفيس ده متغذي بسنسور نيرف وصابلوي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تراجيمنا النيرف والديفجن زيبتور مغذيين لي الفيس كله ما عادة الأنجل بتاع الماندبل والأريا أوفر البروتود والأنجل بتاع الماندبل متغذيين بجريت أوريكولر نيرف لكن بقيت الفيس متغذي لي بتراجيمنا النيرف ازاي؟ عن طريق ان الأفتالمة نيرف بتاع تراجيمنا النيرف راح اداني خمس برانشات والمجزلري برانش بتاعي تراجيمنا النيرف اداني ثلاث برانشات والمندبل والبرانش بتاعي تراجيمنا النيرف اداني ثلاث برانشات أول حاجة الأفتالمة نيرف اداني خمس برانشات خمس برانشات ليه؟ عشان يغزولي ايه؟ قال لي عشان يغزولي الفورهيد الجبهة الفورهيد الجبهة ماشي؟ والأبر آي ليد اللي هو الجفن العين العلوي وحاجة اسمها الكونجانك طيفة ملتحمة العين والصيد بتاع النوز جنب النوز والتب بتاع النوز اللي هي اخر حاجة في النوز تمام يبقى الوفتالمك نرف الداني خمس برانشات عشان يغزولي الأجزاء دي من الفيس اللي هو الفورهيد الجابها والقبر اللي هو الجفن العلوي وحاجة اسمها الكونجانك طيفة الملتحمة والصيد والتب نتكلم بس هنت بسيك كده يعني ايه الكونجانك طيفة أو الملتحمة المفروض ان انا عندي عيني دي المفروض دي حاجة اسمها القرانية بتاعة العين الكورنية ودي حاجة اسمها صلبة العين السكليرة الاتنين دول كده اللي هما ببص في المرية بلاقيهم بشوفهم الاتنين دول متغطيين بحاجة اسمها كونجانك طيفة ملتحمة العين وكمان الجفن بتاع العين انا لو جيت ألبت الجفن بتاع عيني هلاقيه برضو متغطي بحاجة اسمها ملتحمة العين يعني أنا دلوقتي لو جيت خدت ساجة السكشن كده ورميت نص وبسطة على نص التاني ده النص اللي هيظهرلي ماشي؟ آه دي النص اللي هيظهرلي ده فيه عندي اللي هو ده اللحم ده كده دي كده الكونجانكتايفة اللي بتغطيه للعين بتغطيه لي من قدام من هنا وكمان بتغطيه لي الجفون من جوه الجفون ببطن للجفون من جوه هوا دي كده الكونجانكتايفة اللي احنا بنقولها تتغزة بالوفثالمك نيرف يبقى الوفثالمك نيرف اول نيرف معنا بيديني خمس برانشيات عشان يغزيلي الفورهيد ويغزيلي القبر ايليد ويغزيلي الكونجانكتايفة وصيد اوفذا نوز وتيب اوفذا نوز الخمس برانشيات بقى كالأتي برانش اسمه lacrimal nerve وسوبرا أربتال وسوبرة روكليار نيرف وإنفرة روكليار نيرف وأكسترنال نيزل نيرف أول برانش معنا اللي هو lacrimal nerve lacrimal nerve نسبة لحاجة اسمها lacrimal gland أنا في عندي في العين حاجة اسمها lacrimal gland اللي هي الغدة الدمعية lacrimal gland lacrimal gland دي بتبقى موجودة في العين ناحية لاترال هنا كده من هنا ماشي ف lacrimal nerve نسبة بقى ل lacrimal gland فمعنى كده ان lacrimal nerve ده موجود ناحية لاترال lacrimal nerve موجود هنا عشان يغزيلي الـ skin والكونجانكتايفة بتاع اللاترال بارت بتاع الايلد أنا عندي ده جفن العين العلوي اللاترال بارت بتاعه فيه عندي skin وفيه عندي كونجانكتايفة أول skin عنده كونجانكتايفة أو في لاترال بارت ووف ايلد بيتغزوا بال lacrimal nerve تاني برانش معنا هو السوبرا أوربيتال نيرف سوبرا أوربيتال نيرف فاكرين لما قلتلكم أن أنا عندي فيه عندي حاجة اسمها سوبرا تروكليار وهي سوبرا أوربيتال وقلنا مع بعض أن السوبرا تروكليار ده موجود ناحية ميديل وسبرا أوربيتال فوق التجويف بتاعه عين فوق الأوربيت فيبقى السوبرا تروكليار موجود ناحية ميديل ودي lacrimal nerve ده موجود ناحية لاترال ومغزيل اللاترال بارت فأكيد السوبرا أوربيتال ده هيغزيل المنطقة اللي في النص لأنه هو موجود ما بينهم في النص فيبقى السوبرا أوربيتال نيرف ده بيغزيل السكن والكونجانكتايفة وفي سنترال بارت وفي زابر آي ليد وفي سنترال بارت وفي زابر آي ليد يبقى تاني سوبرا أوربيتال نيرف بيغزيل السكن والكونجانكتايفة وفي سنترال بارت وفي زابر آي ليد وما ننساش إن هو السوبرا أوربيتال نيرف ده خدناه في السكالب بيغزيل برضه الفورهيد ويه بارت وفي زاب سكالب الأنتير بارت وفي زاب سكالب تمام؟ يبقى السوبرة أوربيتال نيرف بأطوتها لي كده بيغزي إيه بيغزي السنترال بارت بتاع السكن و leconjunctiva بتاع السنترال بارت بتاع الايلد وهيغزيلي الفورهيد الجبهة وما ننساش أنه كان في السكالب بيغزيلي إيه بيغزيلي الأنتير والبارت زي سكالب الثالث برانش معنا بقى هو السوبرة تروكلير نيرف السوبرة تروكلير نيرف ده موجود ميديال ماشي موجود ناحية ميديال أوكي فهيغزيلي إيه هيغزيلي برضه باقيه باقي الايلد اللي هو الميديال بارت بتاع الايلد اللي هو elskin endocondronctiva of the medial part of the eyelid ومعه كمان elskin of the lower part بتاع الفورهيد انا عندي الفورهيد اجابها احنا نجيب بس الصورة الفورهيد ده كده الفورهيد اجابها ماشي واده كده اللي هو السوبرة روكليار نيرف السوبرة روكليار نيرف ده بيغزيلي الميديال بارت بتاع الـ eyelid اللي هو skin and conjunctiva وفي ذا media part is the eyelid وكمان اللور برته في ذا forehead الجزء الصغير ده من الايه من ال forehead وكمان اللي هو ال scalp close to the midline او medium plane يعني ايه ده كده ال scalp في النص كده ده ال midline او midline بيغزلي بقى ال scalp في الحتة دي في الحتة اللي هي عن close to the median plane او اللي هو midline يعني الجزء ده ده كده اللي هو ايه الصبرة trochlear nerve رابع برانش معنا هو ال infratrochlear nerve اللي هو زي ما كان في عندي صبرة trochlear فوق trochlear هي في عندي infratrochlear nerve ال infratrochlear nerve اللي هو ده ده تمام ال infratrochlear nerve ده ما كانوا فين هه ما كانوا برضو medial ماشي؟ ما كانوا medial ناحية medial فهيغزلي برضو ال skin and conjunctiva بتاع المedial part بتاع ال upper eyelid ده كده ال upper eyelid ده هه واحنا كده هنا ناحية medial هيغزلي هو كمان اللي هو ال infratrochlear nerve ده ما كانوا هو بيغزلي ال skin and conjunctiva بتاع medial part بتاع ال upper eyelid and adjoining side of the nose يعني الجزء ده من النوز الحتة ده من النوز اللي هي جنبها على طول الحتة ده من النوز ده كده ال infratrochlear nerve آخر نرف معينة من ال offsalmic nerve اللي هو external nasal nerve اللي هو ده ادي external nasal nerve ده كده ال external nasal nerve ده هيغزلي ال skin بتاع side وال tip بتاع النوز ادي النوز اهه ده side بتاع النوز ودي ده التب بتاع النوز بيغزيهم external nasal nerve يبقى تاني عندي الفيس ده متغزي بال trigeminal nerve مع عدل انجل والانجل بتاع الماندبل والarea over separate اول حاجة عندي اللي هو البثالميك نيرف ده فرع من trigeminal nerve البثالميك نيرف ده بيديني خمس برانشات عشان يغزوا لي الفيس الخمس برانشات دول بيروحوا يغزوا اصلا ال forehead وال eyelid وال conjunctiva وال side بتاع النوز وال tip بتاع النوز اول حاجة اول برانش منهم برانش اسمه lacrimal nerve اللي هو ده اللي هو الحطة الصغنطوطة دي lacrimal nerve او lacrimal nerve ده بيغزيلي الل lateral part بتاع eyelid اللي هو skin وال conjunctiva بتاع lateral part بتاع upper eyelid تاني واحد معينا هيكون supra orbital nerve اللي هو ده ادي supra orbital nerve ده بيغزيلي بيغزيلي skin وال conjunctiva زي ما احنا شايفين upper eyelid ومعاهم forehead ومعاهم anterior part بتاع scalp تالت برانش هو الصubra trochlear nerve اللي هو ده supra trochlear nerve ده موقعه نحية medial فهيغزيلي skin وال conjunctiva بتاع medial part بتاع upper eyelid اوكي وال lower part بتاع forehead وكمان area close to the midline من scalp المنطقة اللي هي قريبة من midline من scalp ثم رابع branch infratricular nerve زي ما احنا شايفين هو موقوعه ناحية medial اوكي فهيغزيلي skin وال conjunctiva بتاع medial part بتاع upper eyelid ومعاهم adroining part من nose من side بتاع nose اخر واحد معنا اللي هو external nasal nerve external nasal nerve بيغزيلي skin بتاع side بتاع nose وكمان tip بتاع nose ده كده الوفيسال mic nerve ندخل على maxillary nerve اتفقنا مع بعض اللي هو بيتغزى بتالب branch تاب branch اللي هو infra orbital وزاي geomatico facial وزاي geomatico temporal infra orbital زاي geomatico facial زاي geomatico temporal قال ال infra orbital اللي هو ده ده كده ده كده ال infra orbital بيكون direct continuation of maxillary nerve يعني ايه المفروض انه ماشي كده هو ده بالاب ابيض مشايبين مفروض انه ماشي كده دي هنا مثلا يعني trageminal a geng nerve خرج لي off salmic وخرج لي maxillary ويخرج لي mandibular قد ده كده المaxillary اللي في النص ده نرسمه الواحده ده كده برضو ده كده نهايته بينتهي بايه بينتهي بدا اللي هو infra orbital صوري بال infra orbital يبقى بينتهي لي بال infra orbital فعندي اول branch المaxillary nerve بيدي اللي هو نهايته اخره اللي هو infra orbital nerve ال infra orbital nerve ده هو direct continuation of maxillary nerve بيغزيلي زي ما هو موجود كده هو موجود فين موجود تحت العين هو فيغزيلي lower eyelid الجفن بقى السفلي ماشي ومكانه برضو تحت الاي eyelid وعلى الخدود فيغزيلي cheek الخد وبردو هو جنب النوز جنب المناخير فيغزيلي الصيد بتاع النوز ولو نشوف اهو بيمتد الحد الليب بيمتد الحد الشفة العلوية الابر لب فيبقى عندي فيبقى عندي كده الانفرا اربطال نيرف ده هو الداير بتاع المكزيلي نيرف بيغزيلي ايه تاني بيغزيلي lower eyelid زي ما احنا شايفين ويغزيلي الخد والصيد افزا نوز والابر لب تاني مبرانش معنا هو زيجوماتي كوفيشيال نيرف زيجوماتي كوفيشيال نيرف اللي هو ده زيجوماتي كوفيشيال نيرف عند زيجوماتي كبون ده كده ده المصمم يلون بالله بيبس معرفش لين زيجوماتي كوفيشيال نيرف ده بيغزيلي ايه هو موجود عند زيجوماتي كبون زيجوماتي كبون دي هي اللي عملال البرومين انتو عارفين المنطقة بيتحط عليها البلاشر وبيتحط عليها الحاجات الهايلايطر تمام المنطقة اللي هي بيتحط عليها الحاجة اللي بتلمع على الخد المنطقة بتغذيها ذيجوماتي فشيال نيرف من يتغذيها بزيجوماتوكوف الشيال النيرف اخر حاجه معينا من المكزيل هاه زيجوماتوكوole نيرف زيجوماتوكوطمبرال نيرف دة كده دا كده زيجوماتوكوψين عشان هو ما بين زيجوماتوكوبون و ما بين السنو safely فزيجوماتوكوتمبرال نيرف دة مفاقا سعى دتي انا علمتي Idee دة زيجوماتوكوطمبرال ده بيغزيلي منطقة اسمها الاسكنوفزا تيمبل الحتة دي اسمها التيمبل فهو بيغزيلي بقى الجلد الفوق التيمبل ده ده اللي هو زي جماتكو تيمبرال نيرف يبقى تاني المكزيلاري نيرف المفروض ان هو بيغزيلي بيديني تلعب برانشات التلعب برانشات ده اللي هو الانفراوربيتال نيرف وزي جماتكو فشيال نيرف وزي جماتكو تيمبرال نيرف الانفراوربيتال نيرف ده هو direct continuation بتاع المكزيلري بيروح يغزيلي المنطقة اللي هو موجود فيها اللي هو lower eyelid والشيك والصائد بتاع النوز والأبر لب تاني واحد اللي هو زي جماتي كوفيشيال ده بيغزيلي البرومنيانسوف ده شيك آخر واحد اللي هو زي جماتي كوتيمبلال ده بيغزيلي التمبل السكن بتاع التمبل ده كده المكزيلري فاضلنا بقى آخر division من التريجيمنا اللي هو المانديبولار وقلنا برضو بيديني تلب برانشات يغزيلي الفيس التلب بنا نشده اللي هو حاجة اسمها mental nerve وحاجة اسمها baccal nerve وحاجة اسمها auriculotemporal nerve mental nerve baccal nerve auriculotemporal nerve اهم ده كده انا سعيزه عشان الخاطر يبينه كله سوري ده كده mental nerve ودي ده كده البقل nerve ودي ده كده auriculotemporal nerve يبقى mental nerve baccal nerve ودي auriculotemporal nerve المنتل nerve زي ما احنا شايفين نعمل بقى المنتل nerve زي ما احنا شايفين كده ده المفروض ان هو بيغزيلي المنتل نيرف زي منتل فورة من أوفزمانديبل وبيغزيلي اللور لب والشين منتل فورة من أوفزمانديبل المانديبل بتاعتنا فيها حاجة اسمها نقطة دية النقطة دية الباخلي المنتال فورومين يكون عندها الله وبهر يغذيلي زي ما اتفقنا اللوارل quirky ال키 الحطى دي من الفيس اللوار ي infected ثاني برانتش معينة كين البقل نيرف والبقل نيرف ده بيغزه لي small 이� surprised حتفقنا مع بعض ان ال infra orbital ده اللي هو ال infra orbital اللي خارج من الماaber the sph forest وحاجة اسمها external auditory mitos اللي هي القناة الخارجية بتاع الأزن external auditory mitos والouter surface بتاعي tembanic membrane المفروض أن أنا عندي هنا دي tembanic membrane من جوة في عندي الأزن في عندي أوريكل الأوريكل دي بدخل لجوه هلاقي هدخل هلاقي هلاقي إن فتحة الأزن اللي هي external auditory mitos دي اللي هي الفتحة الخارجية بتاع الأزن ماشي بيينتهي بحاجة اسمها طابلة الأزن اللي هي tembanic membrane الاותר surface بقى بتاع tembanic membrane والإكستران leur auditory mitos والأوريكل دول كلهم متغذين بالأوريكلو temberal nerve وكمان الأوريكلو temberal nerve بيغذي الأسكالب قبقى بالأوريكل زي ما قلنا قبل كده نوة بيغذي الأسكالب جزء من الأسكالب فيبق تالية هذه الأوريكلو temberal nerve ده بيغذي الأوريكل والإكستران leur auditory mitos والأوتار سيرفس بتاع التhem Việt وكمان جزء من الأسكالب دول كده النيرف سابلاي بتاع الفيس هنقوله مجمع كده بشكل أخير النيرف سابلاي بتاع الفيس ده المفروض أنه هو الفيس كله على بعضه بيتغزى بالتراجيمينال نيرف والفروع بتوعه مع عادة الأنجل والأنجل بتاع الماندبل والأريا أوبرزابروتد الانجل بتاع الماندبل والأريا أوبرزابروتد بيتغزوا بالجريت أوريكولر نيرف أما بقية الفيس بالإيه بالديفجنز بتوع أول ديفيشن معنا كان الوفتان الميك نيرف وده بيغديني خمس برانشيت عشان يغزولي الفورهيد والسكالب وفورهيد هو فصل ولا ايه بالضبط لا إله الله انت فصلت ولا ايه يا ربي بس امش عارف او كان فصل ولا ايه والكلام اللي انا كنت بقوله كان موجود ولا ايه بس هكمل عندي الاوفتالمك اول ديفيشن في تراجيمنا اللي هو الاوفتالمك نيرف الاوفتالمك نيرف ده بيديني خمس برانشات عشان خاطر يغزيلي ايه يغزيلي الفورهيد والايلد والكونجنك طيبة والنوز الصائد بتاع النوز والتب بتاع النوز اول برانش كان اللاكرم البرانش اللي هو هنا من ناحية لاترال بيغزيلي السكن والكونجنك طيبة بتاع اللاترال بارز بتاع الفورهيد وكمان جزء من السكلب وبعد كده تالب كان السوبرات الميت يونهش وده موجود ناحية دل وهي غزي لي الميديا السكن والكونجنك تيهه بتاع الميديا البرت بتاع الأبار أي لد واللور برت بتاع الفورهايد و كمان جزء و جزء كده من السكلب الهو ناحية العسكيل ي efect ziet وبعد كدا و تولي البرانش كان الانفرا porque هذا انفرا هناك موجود ناحية ال freue exploited و كمان الجزء و الوجه الجنبه إن أخي Poly الخامس واحد هيكون الِexagonal nasal nerve هييغذيل صيد وتبfikية النز اول حاجة الimfragma دا جميع المoin اراج ال� enhancing continuation بتاع المكزيلر نيرف ده اصلا انتهاء المكزيلر نيرف وبيروح يغزيلي lower eyelid وكمان cheek وكمان side بتاع النوز وال upper lip اما زيجوماتكو فيشيال ده بيغزيلي skin of prominence of cheek الجزء البارز من الخد اخر واحد اللي هو زيجوماتكو temporal ده بيغزيلي skin بتاع التمبل ده كده المكزيلر ندخل على المانديبولر برضو هيعلقتين ندخل على المانديبولر عبارة عن three branches ماشي؟ اللي هو المنتل نيرف والبقل نيرف والأوريكلو تمبرال نيرف المنتل نيرف ده لا الهي لله بقى مطل تعليق بقى ارجوك مش هعارفة برضو هو بيعلى مش هعارفة بيظهر عندكم التعليق ده بس لو بيظهر معلش والله على الانترابش الغزب عني بس مش عايزة يعني اقطع الفيديو بعد ما تسجل ده كله وارجع سجل تاني يارب ما يكونش بس التعليق ده بيظهر عندكم هكمل المانديبولر نيرف المانديبولر نيرف في عندي three branches اللي هم المنتل نيرف والبقل والأوريكلو تمبرال ده المنتل نيرف موجودة عند المنتل فورمين وبيغزيلي اللور لب والشين تمام؟ الجزء السفني من الشفة والشين الدقن اما بقى البقل نيرف ده بيغزيلي جزء صغانطوت كده من الايه؟ من الخد اخر واحد اللي هو الأوريكلو تمبرال نيرف بيغزيلي الأوريكل الأكستيرنا الأوديوتوري ميتاس والأوتر سيرفس بتاع التنبانيك ميمبرين وجزء من السكالب ده كده نيرف سابلوي بتاع الفيس ندخل بقى على الأورتريال سابلوي الأورتريال سابلوي بتاع الفيس مين لي بتلاتة أورترز التلاتة الأورترز الكبار بقى الكبار خالص التي هم فيشي الأورتري سيبا mainland02 ما بتاع hypertension يبقى الفيس بيتغزى بفيشي الأورتري وسيببالك�� فيشي الأورتري و Cuثامك أورتري planteا أول حاجه الفيشي الأورتري الفيشي الأورتري ده خارج من الإكستيرنال كاروتد أورتري ويديني البرانشهات الاعتئى انفيري underlying وسubyur underlying lateral nasal وangular artery 인فيري lei وسubyuri n lateral nasal Angular تاني برانش اللي هو Superficial Tembral Artery Superficial Tembral Artery ده هيروح يديني برانشات ماشي يغزي الفيس وكمان يديني حاجة اسمها Transverse Facial Artery برضو بيغزي الفيس يبقى Superficial Tembral Artery هو بنفسه بيغزي الفيس وكمان يديني برانش اسمه Transverse Facial Artery يغزي الفيس اخر حاجة معنا هم السبرة أربطال و السبرة تروكليار اللي خارجين من الأفسالمك يبقى توتال يبقى كده الأرترية اللي صبلاي بتاع الفيس عبارة عن Facial Artery هيروح يديني برانشات و Superficial Tembral Artery وهيروح يديني برانش وأفثالمك أرتري هيروح يديني برانشات أول واحد الفيس بيروح يغزي الفيس عن طريق انه هو يديني Inferior Libial وسوبيرور Libial ولاترال نيزل وأنجرال تاني واحد السبرفيش تيمبرال بيغزي بنفسه وكمان يديني برانش اسمه Transverse Facial Artery تالت واحد اللي هو الأفسالمك أرتري عشان طريق انه بيديني برانشات علق تاني آخر واحد اللي هو الأفسالمك أرتري ماشي اللي هو اللي هو بيديني الأفسالمك أرتري ده الأفسالمك أرتري ده اللي هو بيديني اللي هو سوبرا أوربيتال وسوبرا تروكيلا أرتري تعالوا بقى نشوف الكلام ده يبقى أول واحد عندي كان الفيشيال أرتري ده ده كده الفيشيال أرتري تاني واحد معنا كان السبرفيشيال تمبرال أرتري تالت واحد اللي هو الأفسالمك أرتري بس مش باين الفيشيال أرتري اللي هو ده كده ده كده هيروح يديني برانشات اللي هم ايه Inferior Libial أرتري وسوبيرور Libial أرتري ولترال نيزل أرتري ده كده ثانية واحد عشان يبقى الدنيا تقلقوا يعني ده كده اللترال نيزل أرتري ده كده لترال نيزل أرتري و هيديني آخر واحد اللي هو الأنجلور أرتري ده كده يبقى ده ده لترال نيزل ودي السوغنطوت ده الأنجلور أرتري دول كده خارجي من فاشي الف Lion ايرتغطي معنا هو aman وضعني قراره الارتغطي باشي الفيس بنفسه وكمان يديني برانش ده. البرانش ده اسمه transverse facial artery. يبقى هيغزيلي الفيس بنفسه هو بنفسه وكمان يخرجلي برانش اسمه transverse facial artery ويغزيلي الفيس. ده كده super facial temporal artery. اخر واحد معنا اللي هو subra orbital و subra trochlear دول كده خارجين من الفيس الميكارتري. وبعده كده الارتيريال سابلاي بتاع الفيس. بعد كده عندنا الفيس كده خلصنا الارتيريال سابلاي هندخل على الفيس بتاع الفيس عن طريق facial vein. بس وتوتى لي كده وخلصنا. بس الطب او عمر مكان بالسهولة دي هنتكلم برضو شوية تفاصيل كده عن ايه عن facial vein. قال لي ان facial vein ده اللي هو ده كده ده كده الفيش 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 بيتكون لي عن طريق اتنين فين بيعملوه لي. ده كده دول كده. اللي احنا اتكلمنا عنه مقابل كده على فكرة. قلنا ان انا عندي حاجة اسمها سوبرا اربطاللفين وسوبرا تروكلير فين اللي هما انكائنوا عند السكالب في النظرين رجي بتاع السكالب لو فاكرين هيجمعولي مع بعض ويروحوا يصبولي او يروحوا يعملولي حاجة اسمها الفاشيال فين ده معمول عن طريق السوبرا اربطال والسبرا تروكلير ماشي في بقى معلومة مهمة عن الجزء ده قالك ان السوبرا اربطال والسبرا ماشي برضو متوصل بي أو بيودي لحاجة اسمها أفسالمك فين اللي من جوة ده اللي أنا هلونه ده ده فين من جوة اسمه أفسالمك فين ده اسمه أفسالمك فين فين من جوة في العين من جوة ماشي؟ متصل معاه اللي هو السبرة أوربيتال فين طيب يبقى كده السبرة أوربيتال فين متصل بي الفيشيال فين وكمان متصل بيه أفسالمك فين يعني بيوصل الاتنين مع بعض يعني من الآخر الفيشيال فين متوصل به الأفثالميج فين عن طريق السوبرا أوربيتان فين تمام؟ تمام طيب لو جيت قلتلكم أن الأفثالميج فين ده بيروح بلون تاني بيعش مطلقوطوش الأفثالميج فين ده اللي هو بالأحمر بيروح عند حاجة من جوة برضو من جوة البرين اللي أنا لو انتهى بالأخضر دي حاجة اسمها كافيرناس ساينس كافيرناس ساينس يروح يودلها يبقى كده يبقى كده نقدر نقول أن أنا عندي الفيشيال فين متصل بالأفثالميج فين عن طريق السوبرا أوربيتال فين واللي اتنين بيروحوا على الكافيرناس فين اللي هو في البرين من جوة يبقى كده عندي الفيناس درينيج بتاع الفيس الفيناس درينيج بتاع الفيس عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن أنا عندي السوبرا أوربيتال والسوبرا تروكليار فين بيعملولي حاجة اسمها الفيشيال فين اللي هو بالإسوة ده وقال إن الفيشيل فين ده معلومة عنه إنه هو بيتصل بالوفسال ميجفين اللي هو ده كده عن طريق السبرة أوربيتال فين بيوصلهم ببعض عشان السبرة أوربيتال فين أصلا متصل بالإيه بالوفسال ميجفين والوفسال ميجفين متصل بالكافيرنا السينس فيبقى كده من الآخر الفيشيل فين متصل بالوفسال ميجفين والاتنين بيروحوا على الكافيرنا السينس وده يخليلي إن المنطقة دي بتاع الفيس الجزء ده كده بتاع الفيس له أهمية كليني كاري بيكون امبورتانت امبورتانت كليني كاري ازاي؟ ان انا لو في عندي اي انفكشن في الفيس حباية مثلا اي حاجة في الفيس ماينفاش ان انا لعب فيها او ان انا سوري يعني اعمل كومبريشن عليها فاعص فيها او الحاجات دي كلها ليه؟ اصلا لو عملت الكومبريشن ده او لعبت فيها او كل ده ممكن يتنقل العدوى او البكتيريا الموجودة في الابسس ده في الخروج ده مثلا او الحباية او ما الى ذلك البكتيريا دي تتنقل تروح على الفيش الفين ولو اتنقلت تروح على الفيش الفين من الفيش الفين توصل للأفسالمك ومن الأفسالمك تفصل للكاورنس يبقى انا كده رحت بايدي وديت بكتيريا دخلتها في الكاورنس فين في البريم من جوه يعني وصلت البكتيريا بدلا ما كاد في وشي دخلت البريم من جوه وساعتها الموضوع خطر فيبقى ده الكلينيكا اللي بيكون important يعني ان انا عندي ده الطريق اللي احنا اقولنا ده بيبروفايد باثوي عشان خاطر يعمل spread للانفكشن من الفيس للكافيرناس سينوس يودي من الفيس على الكافيرناس سينوس يبقى ده كده البيناس درينج ندخل بقى على اخر حاجة خالص في محادثة النهاردة ماشي يبقى احنا كده اتكلمنا عن البيناس درينج بتاع الفيس اخر حاجة معينا هيكون المسل بتاع الفيس انا باتحك بتكلم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فى المسلز السمتها المسل مستقق الوصفات المسل Loki من ضمن وغصفات المسل بتاع الفيس دى او المسل就是說 انها موجوده في السب watiers يعني ايه؟ يعني انا جربت الوصفات الوصفات ووشلتو , هلقى سب building هاجيا دور لعبث في السب الوصفات فيها عضلات لا افضلات came in مع ان احنا عارفين ان المسلز عموما تبقى موجودة بعد ال الوصفات機 هذا الوصفات التواصف الوصفات على الوصفات سماء مصر أصلاً 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 الفيس بيكون ديفويد من الديف فاشيا ما فهوش ديف فاشيا ليه؟ أصلاً الفيس بتاعي ده مارين باتكلم باتحك بعمل كل ده فبالتالي مش هينفع أجيب بلاستر إيه؟ وحوط الوشي ولزقه كده مش عارف أتكلم ولا أتحك ولا أعمل أي حاجة اللي بعملين زي الناس اللي بعملين بوتوكس كده وعملين زي المشاليل يعني بصروحة فالمفروض إن أنا عندي المواصل زي بتاع الفيش الإكسبريشن مدفونة في السوبرفيش الفاشيا عشان إيه؟ عشان تبقى مارينة كده وأعرف إن أنا أتكلم واتحك وأكون طبيعية طيب هي موجودة في الإيه؟ السوبرفيش الفاشيا مدفونة في السوبرفيش الفاشيا وعمل إنسيرشن في السكن ماسكة في السكن يعني أنا دفناها في السوبرفيش الفاشيا ومخليها ومخليها تمسك في السكن ليه؟ عشان أتحك وأتكلم ده كله عشان الفيش الإكسبريشن المفروض ان انا عندي المسلز دي بتكون related to three main orifices اللي هما ايه اللي هما العين والبق اللي هما العين والنوسترلز بتوع النوز اللي هما انفتحها بتاع النوز والبق تمام دول three main orifices بيكونوا كسفنكترز or dilatorز يعني ايه سفنكتر؟ سفنكتر اللي هو الصمام يعني بيقفل dilatorز ان هو تفتح يعني يفتح يقفل بيفتحول ويقفلوا لي يفتحول يعني ويقفلوها بيفتحول يبقوا يقفلوه وهكذا يعني المسلز دي اللي هما عبارة عن حاجة اسمها اوربكولاريز اوكيولاي وحاجة اسمها اوربكولاريز اوريس وحاجة اسمها باكسنيتر اوربكولاريز اوكيولاي ووربكولاريز اوريس وحاجة اسمها باكسنيتر يعني ايه اوربكولاريز اوكيولاي؟ يعني اوربكولاريز يعني العضلة المدورة ما شيء أكيولاي اللي لها علاقة بالعين أكيولار أكيولار يعني عين يبقى أربوكيولاريز أكيولاي يبقى العضلة المدورة بتاعت العين طب أربوكيولاريز أوريس أربوكيولاريز يعني عضلة مدورة أوريس يعني بق فالأربوكيولاريز أوريس اللي هو العضلة المدورة بتاعت البق باكسينيتور اللي هي في الخد باكسينيتور أول حاجة الأربوكيولاريز أكيولاي زي أي عضلة هعرف origin insertion اول حاجة الورجن الورجن عشان اعرى الربكيلارز اوكيلائي اصلا هي عبارة عن 3 بارتز هي عبارة عن 3 اجزاء من العضلات ماشي المفروض ان هي الجزء اللي من بارة ده اسمه الاربيتال بارت عشان هو عند الاربيت عند الفتحة بتاع العين المكان اللي انا هحطه في العين والجزء اللي من جوة ده اسمه بلببرا بارت هو هيعلق تاني هيعلق تاني يا اله يا ربي يا ربي ما يكونش بيسجل مخلص بعيد نزل الربكيلارز اوكيراي عبارة عن 3 بارتز اول بارت اللي هو الاربيتال بارت ده اللي هو بالاخدر ده هو ايه اللي حاصل ماشي الاربيتال بارتز اللي بالاخدر ده الاربيتال بارتز الاربيتال بارتز في عندي الاربيتال بارت والاكريمال بارت وبالبيبرال بارت الارجن بتاعهم كلهم من نفس المكان اللي هو ايه اللي هو الميديال بالبيبرال لجامنت عند أدرينج بون اللي هو الجزء ده ده كده اسمه الميديال بالبيبرال لجامنت بالبيبرال يعني لها علاقة بالجوفون بتاع العين تبقى اسمها بالبيبرال ماشي فالميديال بالبيبرال لجامنت اللي هو الجزء اللي بالموف ده والأدرينج بون الجزء من البون اللي جام بالميديال بالبيبرال لجامنت بيطلع منهم الاربيكيلارز اوكيولاي فبيطلع بيطلع كل الاربيكيلارز اوكيولاي 3 بارتز اول بارت منهم اللي هو الاربتال بارت هيروح يعمل انسيرشن فين هيروح يعمل انسيرشن على الميديال بالبيبرال ليه جمع انت تاني هو بيبقى داير ما يدور هي عضلة داير ما يدور هاي الاربتال بارت اهو بيلف ويروح يعمل انسيرشن في نفس المكان تاني ده كده اللي هو الانسيرشن بتاع الاربتال بارت طب الانسيرشن بتاع البالبيبرال بارت قال لي ان الانسيرشن بتاع البالبيبرال بارت اللي هو ده بتاع اللي من فوق اللي من فوق كده هيكون هيروح هنا واللي من تحت هيروح برضو هنا يبقى هيجيلي من فوق ومن تحت ويروحوا يعملولي insertion في ده الحتة دي الحتة دي اسمها lateral balbibral raf lateral balbibral raf فيبقى البلبibral part بتاع البلبibral part بتاع الorbicularis oculi عبارة عن جزء من المصل في ال eye lid اللي فوق في ال upper eye lid وجزء من المصل في ال lower eye lid الاثنين هيخرجوا من medial balbibral ligament اللي هو ال origin بتاعنا ويروحوا على يعملوا insertion في lateral balbibral raf اللي هو باللباني اللي احنا مشاورين عليه ده اخر جزء بقى هو lacrimal part lacrimal part هو الجزء lacrimal part اللي هو بتاع الorbitularis oculi هنعملو بالاسود موجود هنا كده يعني ايه lacrimal part وانتي ميشي لسه ايلالنا في عندنا حاجة اسمها lacrimal gland اللي هي الغودة الدمعية موجودة نحية لاترل هنا كده او ده حصل مني قلتلكو كده وكمان في عندنا حاجة اسمها lacrimal sac يعني ايه lacrimal sac lacrimal sac ده اللي هي بقى الكيس اللي انا خلاص ديه الغودة الدمعية ماشي دي lacrimal gland نزلة الدموع او الميا اللي هي ايه هتبقى موجودة في العين ماشي الدموع دي هتفضل موجودة في العين يعني يعني المفروض ان عيني مش فيها دموع بس وانا بعيط لأ برضو عيني طول ما هي اصلا طول ما انا يعني عيشة بتكون مترطبة بدموع جيالي من lacrimal gland مترطبة على طول ماشي فالميا بقى دي المفروض ان هي lacrimal gland عمالة تفرز مية المية دي هتروح فين اكيد هتتصرف هنصرفها هنخرجها عشان lacrimal gland تحط مكانها مية تاني وهكذا فالمية دي بتتصرف عن طريق ان هي تروح عند مكان كده اسمه lacrimal sac الجزء ده دي كده اسمها lacrimal sac ده كده lacrimal sac ماشي اوه lacrimal sac دي المفروض ان هي كيس بيفتح ويقفل اللي بيتحكم فيه انه اللي هو بيجي يمسكها من هنا كده يبقى دي كده الوربكيولاريز اوكيولاي الوربكيولاي هي عبارة عن treparts orbital part balbibral part ولا كلمة part كلهم خارجين من medial balbibral ligament medial balbibral ligament هيروحوا يعملوا insertion فين قال لي ان الوربكيولاريز بيروح يعمل insertion على نفس وانه هو بيميك الوب and return to the origin بيعمل كده ليرة ويروحي ايه يروح عند الارجن تاني اما بالنسبة للbalbibral part هيروحوا يعملوا لي insertion في البلبibral راف اخر حاجة اللاكرمال part هيروح يعمل الانسيرشن في اللاكرمال ساك في الكيس اللي احنا قلنا عليه عشان يعمل ايه عشان يفتحوا يقفلوا يتحكم فيه النرف سابلاي بقى النرف سابلاي هيكون بالفشيال نرف الله هو مش انتي عمالة تقول لنا النرف سابلاي بتاع الفيس جاي من التريجيمنال نرف ومن البرانشاب بقى بتوع الاثلمك والمكزيلاري والمانديبولار اه بس ما تنسوش ان ده كان سنسوري نرف سابلاي بتاعي الاحساس بس اما لما يكون عندي مصل عضلة المفروض اروح اودي لها موتور سابلاي حاجة حرقية فالموتور سابلاي بتاعنا بتاع الاربتال اوكيولوي بيكون عن طريق برانش من الفشيال نرف الاكشن بقى قال لي كل واحدة على حسب مكانه اول حاجة البلبibral part هقولوكو البلبibral part تلوها في الجفون الجفن العلو والجفن السوفلي تعالوا كده انا تخيل ممكن يكون بيعمل لي ايه لما يكون حطة عضلة في الجفون عشان ايه عشان انا طول ما انا قاعد عمال ارمش اهو عمال اعمل بلينكينج رمش عمال ارمش اهو صح فاللي بيعمل البلبibral part بتاع الاربكيولاري تاني واحد الاربتال بارت الاربتال بارت من الاربكيولاري بيعمل لي حاجة اسمع فورس الاربتال بارت بتاع الاربكيولاري بيعمل لي ايه حاجة اسمع فورس اتكولوجر عشان بروتكشن يعني ايه اصلا فورس اتكولوجر لو جيت حد مثلا يخبطني بالبوكس هعمل ايه عيني تلقائيان كده بتقفل بسرعة جدا 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 وبتقفل قوي فده اسمه فورس اتكولوجر بتاع العين بتاع الايلد فاللي بيساعدني ان انا اعمل فورس اتكولوجر ده هو الاربيتال بارت بتاع الايربكيولاري في ايدته انه بيعمل بروتكشن اخر جزء معنا هو الاكريمال بارت وقلنا ان الاكريمال بارت ده عشان يروح يتحكم في الاكريمال سيك فيعمل لها ضيلتيشن يوسعها عشان يعمل حاجة اسمها درينتج للتير يعمل ياخد الدموع يعمل لها درينتج يعمل درينتج للدموع ما دي كده الايربكيولاري ندخل على اللي بعد كده بقى في عندي المفروض ده light closure اللي هو البلينكينج العادي ده force closure لو جيتنا سنحدي خبطني أو كده ندخل بقى على العضلة اللي بعد كده وهي الأربوكيلاريز أورس اللي هي في الشفة هنسكيب لها ونشرح الباكسينيتور الأول وبعدين نرجع للأربوكيلاريز أورس طيب الباكسينيتور يعني إيه باكسينيتور هي العضلة الموجودة في الخد من هنا هي والعضلة دي اسمها الباكسينيتور بالمناسبة دي اسمها أربوكيلاريز أورس بتاع الباكسينيتور الأرجن بتاعها فين والإنسيرشن فين وهكذا أول حاجة الأرجن قال لي أن الأرجن معمول عن طريق حاجة اسمها الألبلر مرجن بتوع المجزلة والماندبل وكمان حاجة اسمها ترجو منديبل الريف يعني إيه؟ الكلام ده كلهم أول حاجة الترجو منديبل الريف الأول المفروض أن أنا عندي نعمل زوم الأول ميش المفروض أن أنا عندي دلوقتي حاجة هتفهموها بعدين إن ده البلعوم ماشي؟ البلعوم آخر عضلة فيه من فوق اسمها سوبركونستريكتور اللي هي دي دي آخر عضلة في البلعوم من فوق أو أول عضلة في البلعوم اللي هي بداية البلعوم اللي هو الفارنكس ماشي؟ المفروض أن هو بتنتهي بحق بوردر كده سمته ترجو منديبل الريف ليه؟ عشان هو ما بين البوردر ده البوردر اللي بالأسود ده نمسح الباقي ونخلي البوردر بس البوردر اللي هو بالأسود ده هيبقى اسمه ترجو منديبل الريف ليه؟ عشان هو ما بين الترجويد والمانديبل دي كده الترجويد وده كده يا ربي دي كده الترجويد وده كده المانديبل فيبقى ده اسمه ترجو منديبل الريف ماشي؟ قادي الترجو منديبل الريف ده كده الباكسينيتور بتطلع منه ده الأورجن بتاعه مع إيه؟ مع حاجة اسمها ألفيلر مارجن يا رب مع حاجة اسمها ألفيلر مارجن بتاع المانديبل وبتاع المكزلة يبقى الألفيلر مارجن بتاع المانديبل وبتاع المكزلة أهم ده كده الألفيلر مارجن بتاع المانديبل وده كده الألفيلر مارجن بتاع المكزلة سوري العكس ده الالفيلار مارجن بتاع المكزلة وده الالفيلار مارجن بتاع المانديبول ماشي؟ وكان فيه هنا حاجة اسمها ترجو مانديبولار راف الباكسنيتور بقى بتطلع منهم بتطلع بالشكل ده كده دي كده الباكسنيتور ماشي؟ دي كده الايه؟ الباكسنيتور مصر في يمين وشمال يبقى الورجن بتاع الباكسنيتور زي ما اتفقنا هيبقى عبارة عن الاوتر سيرفز بتاع الالفيلار مارجن اللي هو في الماندبل هنا والألفلور المرجن بتاع المكزلة وكمان معاهم الترجو مندبل الريف فيعمل لي العضلة دي اللي هي اسمها البكسنيتور مصل قال لي بقى ان العضلة دي هقسمها لتلاتة مجموعات من الفايبرز أبر فايبرز ولوار فايبرز وفي عندنا الميدل فايبرز اللي في النص أبر فايبرز ولوار فايبرز الأمر من أجل تاني lower fibers وفي عندنا بقى اللي هما ايه middle fibers قال لي ان ال upper fibers دول بيروحوا يعملوا insertion ازاي ال upper fibers دول ده ها هيروحوا يعملوا insertion عن طريق ان هما يعملوا attachment to fiber opposite side في ال opposite side من ناحية التانية من الباكسنيتور يعني ايه ده ده خدي مثلا اليمين في عندي خد شمال دي الباكسنيتور بتاع الخد اليمين ال upper fibers بتاع الباكسنيتور بتاع الخد اليمين هيروحوا على يمسكوني ماء sorry 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 بجد معلش هنكمل في عندي the upper fibers بتاع الباكسنيتور بتاع الخد اليمين مثلا هيروحوا يمسكوني في the upper fibers بتاع الباكسنيتور بتاع الخد الشمالي ماشي فبيقولي ان هو بيقتاش لل fibers بتاع opposite side the upper fibers بتاع opposite side للناحية التانية بتاع العضلة اللي موجودة في الناحية التانية اما بقى اللور فايبرز بتاع الباكسنيتور هيروحوا يعملوا لي اتاشمنت مع اللور فايبرز بتاع الباكسنيتور اللي في الناحية التانية فيبقى اللور فايبر بياتاش اللور فايبرز اللي موجودة في الابزة الصعيد اخر حاجة بقى هو ركزوا معايا كده بصوا على الميدل فايبرز نعمل زون بس الاول الميدل فايبرز زي ما احنا شايفين في عندنا عاملين ازاي عاملين كورس لبعضهم الميدل فايبرز عاملين عاملين يعملوا كورس لبعضهم هم بالمنظر اللي احنا شايفينه ده ماشي هم كده ادي الفايبرز راحة كده وفايبرز جاية كده ليه عاملين الكورس لبعضهم ده قال لان هم عاملين كورس لبعضهم بيدي قصيت يعني بيعملوا كورس لبعضهم كده بالمنظر اللي احنا شفناه عند الانجل بتاع الماوس عند الانجل بتاع الماوس الحتة دي اسمها الانجل بتاع الماوس ماشي؟ فبيعملوا الديكوستيشن ده عند الانجل بتاع الماوس عشان يعملولي هم اللي بيكونولي الربكيلارز مصل الربكيلارز أوريس عشان كده قلتلكوا استنى لما نشرح البكسنيتور الأول فيبقى الربكيلارز أوريس معمولة جاية من عن طريق ان فيه فايبرز عمل الديكوستيشن الانجل بتاع الباكسنتر، عملو ده دي كوسيشن عند الانجل بتاع الموث وعملو لي حاجة اسمها الأوربيكولارز أورس يبقى كده دي كده الباكسنتر النرف سيكون باكسنتر بقى البرانش من الفيشيل نيرف الفيشيل نيرف بيديني برانش اللي يغزي الباكسنتر يسميه باكسنتر الاكشن الاكشن كومبريشن اف شيكس اندلب أجين استيتيذ يعني ايه الحركة اللي احنا نشوفها ده دلوقتي ده كده الفايدة بتاع الباكس نيتور تعملي كومبريشن للشيكس للخدود ماشي وتعمل الحركة بتاع اللابس دي يعني بتعمل كومبريشن للشيكس واللبس أجينيستيس يعني في اتجاه السنين يعني إن بي بيقولي إن الموصل دي بتكون بيضاكت أو بروتت جلند يعني إيه مفروض إن أنا عندي هيكون هنا في عندنا من هنا كده جلند اسمها بروتت جلند ماشي البروتت جلند دي المفروض إن هي غدة بتاع ده جلند بتاع السلايفا بتاع اللعاب غدة اللعابية ماشي فالغدة اللعابية هي بتفرز اللعاب السلايفا فالمفروض إن السلايفا دي تخش البق صح يعني السلايفا هتروح للايه للموس التجويف بتاع الموس من جوة فالمفروض إن البروتت جلند دي لها دقت ماشي أي دقت بتاعتها اهي تكملتها الجزء اللي هو متشاور عليه ده الجزء اللي هو متشاور عليه ده يبا كده دي الدكت خارجة من البروتو الجلند روحها فين؟ روحها تخرم الباكسنيتور اهي خرمة الباكسنيتور اهي هنا عشان تدخل في الماوس من جوة في البق من جوة عشان تفضل الصلايفة جوة في الماوس فبيقولي اني بي ان الباكسنيتور المصل دي بتكون بيرسد مخرومة بالدكت بتاع البروتو السليبري جلند يبا كده دي الباكسنيتور اخر حاجة معنا هي الوربوكيلاريز اورس الوربوكيلاريز اورس لها origin وinsertion نربس بنيو اكشن اول حاجة الورجن قال لي ان الورجن بتاعها هي اصلا الفايبرز بتاعتها جاية منين؟ جاية من الباكسنيتور اما الورجن بتاعها اللي هو ماسكة فين في بدايتها والinsertion اللي هو ماسكة فين في نهايتها اول حاجة ماسكة فين في بدايتها في الماكزلة والماندبل والسكن اهو دي كده الباكسنيتور ماسكة فيه الماكزلة اهي الماكزلة اهي ودي الماندبل اهي والاشكن والجلد الجلد من برا الجلد الهو عند المجزلة وعند المانديبل الا أامة الانسرشن بتانسركل الأورال أورفيس يعني هي بتحوط فتحة البقئ بتاعتنا ماشي؟ واللبس وشفاف فده الانسرشن بتاعه النيرف سابلايه بقاء هو عبارة عن باكل ومنديبل برانش بتاع الفيشن نيرف باكل ومنديبل برانش بتاع ايه؟ الفيشن نيرف آخر حاجة الأكشن احنا عارفين طبعا ايه في وظيفة البق عشان خاطر المفروض انه هو بيعمل كومبريشن لللبس تو جيزر ده كده الوربكوليارز ورسي بقى كده احنا خلصنا محاضرة النهاردة الحمد لله نراجع بس كده في دقيقتين كده على ايه اللي احنا قلنا النهاردة وبعدين يبقى هرحمكم وهوقفل الفيديو اول حاجة اتكلمنا عن الاسكالب قلنا عن الاسكالب لستراكشور بتاعها عبارة عن ايه عبارة عن 5 لييرز خمسة لييرز اللي هما سكن وكنكتف تيشو وابكرينيا الأبنيروزيس وفي عندنا لوز ايريولار تيشو واخر حاجة كانت الايه اللي هما الابكرينيام اللي هو عبارة عن بريوستيام اصلا وبعدين قلنا ان في الاسكالب حاجة اسمها المصل اللي هي الاكسبتوفرنتيلز ماشي؟ الاكسبتوفرنتيلز مصل دي عبارة عن جزئين فرانتاليز و اكسبتاليز الفرانتالبلي خارجة من السكن والفاشة بتاعت الايبريوز وروحة تمسك في الابنيروزيس اما بالنسبة للأكسبتال خارجة من الهايست نيوكال لاين وروحة برضو تمسك في الابنيروزيس ووظيفتهم ايه؟ بيحركوا لي الاسكالب بيحركوا لي طبقات الاسكالب وكمان بيريز الايبريوز بيرفع عن طريقين برفع الحاجب قلنا ان الاسكالب دي لها سنسوري نيرف صبلاي لها سنسوري نيرف صبلاي ولها أرتريال صبلاي ولها فينوس درينج أول حاجة قمنا عن السنسوري نيرف صبناي اللي هو أصلا جاي من الفروع بتاعة تراجيمنا النيرف اللي هو جاي من الأفثالمك والمنديبلر والمكزيلري أول حاجة فيه عندي السوبرة تروكليير والسبرة أولبيتال نيرف ودول جاي من الأفثالمك ديفاجل وفيه عندي زي جماتكو تمبرال نيرف وده جاي من المكزيلري وفيه عندي أوريكلو تمبرال نيرف جاي منين؟ من المنديبلر ماشي؟ وما ننساش إن فيه عندنا لسهر أكسيبيتال وجريتر أكسيبيتال الليسا الأكسبيتال جاي من السيرفايكال بليكسس لكن الجريتر أكسبيتال جاي من البستيرور ريمس بتاع C2 ده كده سينسوري سابلاي بعد كده في عندي الأرتيريا سابلاي قلنا أنه هو عبارة عن سوبرا تروكلير وسوبرا أوربيتال اللي بيعمل الأرتيريا سابلاي جاي من الإفسالميك أرتري وفي عندي سوبارفيشيل تيمبرول أرتري وده الانتهاء بتاع الايه؟ الاكستيرنال كاروتود أرتري وفي عندي بستيرور ريكولر أرتري جاي برضه من الاكستيرنال كاروتود أرتري الاضراس درينيج قولنا سنحضر Wrong طريق الانتيراسوجه يعمل على بالتوفيئة زي ما احنا اتفقنا في الصورة دي كده خلصنا الاسكالب قلمنا بقى عن الفيس اول حاجة اتكلمنا عن السنسوي سابلاي بتاع الفيس السنسوي نيرف سابلاي وقلنا انه هو بيتغذى كله بالإيه بالتريجيمنا النيرف الديفيجنز بتوع تريجيمنا النيرف معادة الجزء الأنجل بتاع الماندبل والإيه والاريا أوفر البروس بيتغذوا بمين بالجريت أوريكولار نيرف لكن الباقي بيتغذى بالإيه بالإيه بالإ 합니다 الإ وعرفنا بيغذوا ايه بيغذوا ايه بيغذوا الاه والاي تانية حاجة لم يوت كان البانشات اللي جاية من اللى هما ينترى بانشات اللي هو عبارة عن IRF Infra Orbital Nerve وزيجوماتك وفشيال وزيجوماتك وتمبرال وإن الإنفرا أربتال بيغزيل Lower Lead والشيك الخد وصائد بتاع النوز والأبر لب لكن إزيجوماتك وفشيال بيغزيل البروميلانس بتاع الشيك الخد وزيجوماتك وتمبرال بيغزيل السكين بتاع التمبل آخر حاجة كانت البرانشات اللي جاية من المانديبل أو المانديبلار سوري المانديبلار نيرف اللي هما المنتل برانش والبقل والأوريكلو تمبرال المنتل هيغزيل Lower Lip والChin أما البقل هيغزيل أسموه الأوريكلو تمبرال ده بيغزيله الأوريكلو الإكستيرن الأوليوتروميتاس والأوتر سيرفس بتاع التمبانيك من برين وكمان جزء من السكالب بعد كده اتكلمنا عن الأرتريال سبلاي واتفقنا أنه هو جاي من الفيشيال أرتري والسوبرفيشيال تمبرال أرتري والأفسالميك أرتري الفيشيال أرتري بيخرج لبرانشات عن طريق بيغزي الفيس عن طريق أنه بيخرج لبرانشات اللي هما انفيروليبيل وسوبيروليبيل ولاترال نيزل وأنجلر لكن السوبرفيشيال تمبرال بيغزي الفيس عن طريق بنفسه وكمان بيخرج لبرانش يغزي الفيس اللي هو Transverse Fischial Artery آخر واحد الابتالميك أرتري بيغزي الفيس عن طريق أنه هو بيخرج لبرانشات اللي هما سوبرا أوربيتال وسوبرا تروكليار ندخل بقى على الفيناس درينيج واتفقنا مع بعض أنه هو عن طريق الفيشيال فين بس حاجة مهمة نعرفها عن الفيشيال فين أنه هو معمول بالإيه سوبرا أوربيتال والسوبرا تروكليار وأنه هو بيتصل بالأفسالميك فين عن طريق السوبرا أوربيتال ونتيجة الاتصال ده نتيجة أن الفيشيال فين مع الأفسالميك فين متصلين فالفيشيال فين بيتصل بالكاورناس فين أصل الأفسالميك فين متصل بالكاورناس فين وكده ده بيمثل لي حاجة مهمة جدا أنه أي بكتيريا أو إنفكشن موجودة في الفيس ممكن تتنقل من الفيس تروح على الكاورناس ساينس يعني توصل للبرين آخر حاجة تكلمنا فيها هي المسلز بتاعة الفيشيال إكسيبراشن انت فأنا أنا عندي الوربوكيولاريز أوكيولاي بتاعة العين والبوكيولايز أوريز بتاعة البق والباكسنيتور أول حاجة الأوربيكيلارز أكيلاي 3 حاجات أوربيتال وبالبيبرا الوي الأكريمال بارت المفروض أنه كلهم خارجين من الميديا البالبيبرا الليجامنت والأجوين انجبون يروحوا يعملوا انسيرشن إزاي الأوربيتال بارت هتروح تعمل انسيرشن في نفس المكان اللي خرجت منه اللي هو الميديا البارت بتاع الايه الميديا البالبيبرا الليجامنت والبالبيبرا البارت هتروح تعمل انسيرشن في الايه اللاتر البالبيبرا الراف أما اللاكريمل بارت بتروح تمسك فيه اللاكريمل ساك عشان يعملولي إيه؟ عشان يعملولي Light Closure Blinking يعني بالبلبيبرال بارت أرمش بالبلبيبرال بارت وفرصة كلوجر بالإيه؟ الأربطال بارت وتحكم في اللاكريمل ساك عن طريق اللاكريمل بارت طيب إيه اللي بيخليه المصل أصلا تتحرك؟ البرانش من الفيشيال نيرف بعد كده اتكلمنا عن الأربكولاريز قولس وعرفنا مع بعض إن هي أصلا الفايبرز بتاعتها جاية و المانديبل الانسيرشان ان هي بتينسيركي thus بتحط الأورا الأورпис النيرفو صبلايي بتاعها يكون الباكول المانديبلة برانشيز جايين من الفاكشيال نيرف أما الاكشان تكون بريسة الليبيس عادي جدا الباكس نيتور بقا الارجن بتاعها اتكلمنا أنه هو من الالفيلار مر الالفيلار مرجن بتاع الماكزيلا والمانديبل الى التريجومانديبل Burke الانسيرشن قال ان هي عباره عن تلاثة جروبز من الفايبر الابر جروب يروح يعمل انسيرشن أن peninsertion أن peninsertion ويطلة من في الأ closely game في الابر جروب بتاع الناحية الثانية واللور جروب يعمل انسيرشن عن طريقه من هو يطولluent في الاخيرين بتاع الناحية الثانية اما الميدل جروب او الميدل فايبرز بيعمله دي change عند الانجل بتاع الموس عشان يعملوا لي حاجة سمه الأوبير يكون الرفيسابلاي بتاع الباكسنيتور هيبقى البكر اللي هو جاي من الفيشيل اخر حاجة الاكشن اللي احنا اتفقنا ان هو بيكمبريسل شيك واللبس اجينيستيث الصورة اللي احنا شفناها مع بعض معلومة مهمة ان الباكسنيتور دي مخرومة حاصل فيها بيرسنج بالايه بالضقت بتاع البروتو السليفاريجلند وشكرا يارب تكونوا استفدتوا يارب ما كونش عطلتكم ولا ضيعت وقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة